السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شباش تكونوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة في الحلقة لنا اليوم حنشوف افتتاح جدا قوي افتتاح بالأبيض افتتاح ملعوب مؤخرا على مستوى أبطال عالم كارسون لعبوا أرونيا وغيروا من اللاعبين والجميل من الافتتاح انه حديث يعني ما صر له عشرين سنة واللي عمل هذا الافتتاح وأنشأوه هو جوباذا طبعا جوباذا ورابورت هنا الاثنين كانوا يلعبوا هالافتتاح طبعا جوباذا طبعا انا ما عندي اي مشكلة انا عمل حلقة عن اللمسيستما لكن بشوف انه هذا افضل من اللانه سيستم بشغلات معينة هلأ رح احكي عنا هلأ بعد دي فور اكتر نقطة ملعوبات هنه نات اف سيكس او دي فايف جماعة النات اف سيكس هنه جماعة الكينغز انديان اللي بلون لعبوا جي سيكس بشي بشي سابن جماعة جرانفيلد الناس اللي بلعبوا نات اف سيكس غالبا يعني اللي بكونوا بلون يفوتوا بهاي الاشكال طيب فبدي افطرط نات اف سيكس طبعا دي فايف ونات اف سيكس يعني ما كتر يفرقوا لكن انا بلي افطرط انه هون الاسود بديو يلعب نات اف سيكس احنا بهذا الوضع بنكمل بنات سي ثري والفكر هو بنات سي ثري انه احنا عم طول بنا نلعب اي فور فالاسود هون بديو يلعب دي فايف عشان يمنع اي فور لانه لو كمل بأفكاره العادي هي بجي سكس مثلا فاي فور والاسود هون فات شكل من اشكال البرك هلا انا ما بعرف فينا اذا الاسود راح يكون دارس البرك بس هاي ميزة انه انا فوته بشكل اللي هو يمكن يكون ما نوعرفه واغصدته انه يفوت بي البرك اللي انا بكون فيه وضع كثير مريح بس بلعبنات اف ثري بشوب سي فور بشوب اي ثري كوين دي تو ببيض طويل وببلش اهجم عجناح الملك طيب فغالبية الخصوم راح تلعب هذا الوضع دي فايف واحنا هون منكمل بالبشوب بي فور بالبشوب اف فور عاسف احنا شفنا باحد الحلقات انه في بشوب جي فايف هذا اسمه الفيروسيف اتاك او الرختر اتاك يعني مش رحناه بالقناة لكن بشوب اف فور وهاد هو الجبابة لنا سوستم انت بتلعب دي فور وناد سي ثري تاني نقلة دائما بعدك بتلعب بشوب افور والفكرة انه الفيل على الاف فور والحصال على السي ثري بيعملوا هيكة يعني كبل هيكة حلو لانه الحصال اللي على السي ثري بيكون جاهز مع الفيل لانه يضغط على السي سابن انا ممكن باي لقطة اي جينات بي فايف ويصار في ضغط رهيب على السي سابن وفيتها ريدات رهيبة وهذا الشي بيختلف عن الاندن سيستم الطبيعي لانه بالاندن سيستم الطبيعي احنا منلعب من تاني نقلة بشوب افور وبعد هيك منلعب اي ثري بيفطرض انهم شوب افور مثلا منلعب اي ثري سي ثري فانت ما بيكون عندك المجال انك تططي ناتي ثري فهي بس جغلة انتخانية بيبارك اللي هي الفرق بين اللونو سيستم والجوبافة لنونو سيستم بالجوبافة لنونو سيستم احنا منلطاني نقل ناتي ثري بدنا نلعب افور فهون الاسود بيلعب افايف وانحنا منلعب شوب افور هذا هو الشكل الاساسي اللي حتشوفه باغلب قيماتك وانه هون الاسود بيكون عنده كزا فكرة يعني بيلعب بشوب افايف بيحاول انه يطلع بالفيل تابعه قبل ما يلعب اي ساكس لانه لا ولعب اي ساكس الفيل تابعك بيتسكر عليه وبيكون فيل هيكا باسف يعني فيل على السي ات مدى الحياة فغالبية الناس يتلعب بشوب افايف يانه بتأخر اي ساكس وبتلعب سي فايف طيب احنا رحي نشوف اول شي بشوب افايف على بشوب افايف انا بحاول انه انا العب افور الى افور دوري ما انا زابطة يعني لانه خصمي عنده ساكتراكتير منيحة لهاي الخانة فانا بحاول اللعب افور مع اف ثري بلعب اف ثري بجهز لا افور او جي فور ببعض الاوقات اه هون الاسود لعب اي ساكس بهادا القيم عشان يكمل بيشوب اي سافن تبيد تصيري حاول انه يبيت وجوبافا لعب جي فور هذا القيم كان بين جوبافا وما بيدي اروف بيشوب جي ساكس واتش فور وطلعوا الدش الأبيضة على طول هاجم وهي ميزة يعني انه انت على طول من اول 6 نقلات تكون انت هاجم على جناحا منك فبعد H4 التهديد هو H5 واصير الفيل الاسود هون لعب H6 و E3 وفكرة E3 انه انا بدي حط فيل على D3 وحاول اكسر هذا الفيل وبعدهيك العب G5 ويكون عندي افكار هجومية اخلص من فيلك المدافع واهجوم بعدهيك على راحتي C5 بهذا الوضع H5 طالب الفيل بشبه H7 وناد B5 وكما مرة انا قلت قبل شوي اديش الفيل والحصان بيكونه اكتف مع بعض وبيكونه ضربين على C7 وهذا شيء يعني يصار بهذا الجيم نات C7 تهديد والحلو انه انت ما عندك طريقة تمنع فيه هذا التهديد غير نات SX فنات SX من مميدياروف يعني بصراحة شيء مؤرف انه انت تحط حصان على SX وتكون مجبرة على هذا الحكي واللي كتير سيء انه انت بتحط حصان على SX والقلعة كمان حتم بمكانه ما بتغضر تزيح القلعة لانه A7 بيسقط فالوضع مانو لطيف يعني نات SX بهذا الوضع C3 انا اخفف من الضغط على C2 بحمي D4 وبفتح المجال لQA4 ومشاكل على هذا الوضع بشب E7 بشب D3 كسره هون فياله وناد D7 بهذا الوضع الفكرة من نات D7 انه انا بحاول احمي C5 فكتر ويمكن يمكن العاب E5 نات E2 لبيض قصير و E4 بحمل لحصان بشب F6 وبشب D6 طالب القلعة روك على ال E8 و F4 وطلع اديش الهجوم قوي عند الابيض بينما الاسود حرفيا ما عنده لعب يعني حرفيا ما عنده لعب F4 لأني E5 ما مسوكه وبدي العاب G5 فارجيني شو عندك نات B6 بهذا الوضع لعاب له G5 تضحيت بيدك كتير مرتبة هدفها بس انه انا افتح حمود الجي HG5 H6 بنا نفتح اعميده اكدر والحلو بهذا الوضع انه الوزير يمشارك بالهجوم الاحصال والفيل مثبتين كل هاي القطاع وبس الابيض لانه لعب G6 بهذا الوضع اكل على G5 ولعب له H7 King G7 وبشب E5 والجميل انه هون انت مجبر انك تلعب F6 لو زحت اي مكان فانا بجيب وزير بعدما لعب F6 لعب له نات D6 يعني لعب صراحة كتير رهيب الفكرة انه بعد نات D6 انا بدي اكل هون بعد هيك اجيب وزير واجبرك اتضحي بالوزير تبعك يعني لو اكلت فيني انا ممكن انه افوت بهذا اللوين اللي بالاخر وضعي بيكون في مكسب يعني بيكون بسيكلي عندي وزير مقابل قطعة او مقابل قلعة وقطعة وهاشي مورثان انف انه انا اكسب يعني اللي صار بهذا الوضع انه هو ايجا روكات شايت نات أفور والفكرة واضحة انا مادد نات تيكس E6 فورك وين تيكس G6 فورك التضحيات كتير رهيبة اكل بيشوب F4 بيشوب تيكس F4 والتهديدات لسه شغالة بيشوب F6 يعني هون تهديد مثلا لو انت لعب ترك B8 بيشوب F6 الفكرة انه الملك ما بيتحرك اش باري تاكل هون عندي بيكتير تكتيكات نات F7 فورك بيشوب F8 حتى ممكن اعطيك فورك هلأ او QG6 يعني واضح اديش الوضع مانو لطيف كمان مرة فالي صار انه هون لعب G5 بيشوب 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 طويل ما بتسترجي تاكل لانه فيه تشك وممكن العب على تكتيك اللي بالآخر أو هون بيكسبني القيم الخلاصة اللي صار انه مبيت طويل ولعب له تبيت بيط طويل ولعب له نات C4 روك ات سكس الفكرة واضحة انه انا بدي اجي لك كوين جي سكس ات سكس ونعد F7 فورك على الملك والوزير كينك جي سابن اكل على الدي ايت اكل وبي ثري طالب اللحصان بعد ما تزح حصانك ممكن انا اكل هون افتح الوضع يعني الوضع خالص بصراحة نعد بي سكس روك جي ون ضاغط على الجي فاير وهي فكرة من الافكار اللي ممكن تكون قوية روك تيكس ات سبن ولعب هذا الوضع يفور انا القيم اكتر رهيب بس ما هون الفكرة الفكرة انه الابيض بيكون عنده attacking chances او فرص كتر رهيبة بالهجوم وهاشي لانا عم حاول فرجي كياب هذا القيم يعني King H8 E5 الفكرة انه لو انت اكلت هون فانا باكل هون عندي فرص اللي صار بالفعل اوكي كان ممكن ياكل لكن حب ان يجي كوين جي سكس مهدد فورك ورك افعت بهذا الوضع وبعد E-Techs of success لسلا اوكي الهجوم كتر رهيب وما في يعني اي خلاف احنا ما عم نستعرض الهجوم حمشة اتفاعه السريع بس عشان فرجيكم اديش الابيض بيكون عنده فرص سجومية بعد بيشو بقى F5 F3 G4 H4 H5 وبس هو بيجي كوين D2 ببيت على الجناح الوزير فهاي بالنسبة لابيشو بقى F5 لو C5 بهذا الوضع فممكن انو انا العاب E3 هلأ كقاعدة انت دايما اخدها بهذا الافتتاح لما تلعب لك C5 فدائما الناد B5 بتكون قوية كتير لانو بتضطر انك تيجي نات SX وكل قطاعك بتتربط الابيض هون عنده خيارين او الاسود اسف يانو بيلعب E6 يانو بيجي CxD4 هنشوف فلأ شو من نلعب على كل واحدة من هدول لو CxD4 فانا باكل ExD4 عادي والفكرة انو خصمي قل للتنشن وخفف الوضع وهاشي ما بيدرنا أبدا SX هون تقريبا اجبارية عشان انا امسك خانة B5 لانو دائما اتذكر لو كملت ب نات C6 فرضا فبعد نات B5 نات C7 تهديد وما الى حل لو بدك تكش نبلعب C3 عادي الفيل هون حامل لحصان وانا ممتاز فA6 نات F3 بكمل عادي وتطلع لش الخصم صرف وقت يعني لعب C5 واكل ولعب SX وانا خلص طالع بثلاث قطاع وبس تم اللي يجي بشب D3 وابيت واموري تمام بشب G4 H3 أكل نات C6 وتبيض طويل وهي كمان شغلة انو احنا ممكن تبيض طويل عالي عشان تكمل بأفكارك الهجومية حتى عجناح الملك هاي شغلة كما ممكن تعمل E6 G4 بشب على B4 نات E2 الفكرة انو انا يعني ما بدي اعطيك المجال انك تاكل بشب D6 بريو كسر في الا نات B3 طالب الوزير QC7 ورجع بشب E3 القيم كمل لكن الابيض كان عنده هجوم رهيب بشب D3 أكل على F5 وبشب H6 والهجوم كان كتير قوي رك G7 حاليا هي تهديد رك F7 أكل بالفعل وكمل الو هو انضح بقطعة لكن هدف هاي التضحية انه هي بس تفتح عاملة وهلأ البالق كلها تفرطط يعني انا طالب D5 وانما D5 يسقط هذا الحصان بطر يتحرك فالفعل بصير أقوى الوضع كان كتير سيئ QH8 RxG7 QG7 QD5 طالب الاحصانين والفعل كمان يعني ما بعرف شو يحكي بس عن هالوضع أكل هالأوه هو NatexF2 QC6 لو انت أكلت هون فأنا بأكل القلعة فما إلو مصلحة RxF8 RxC1 أكل على D3 أكل CD3 وهذا الوضع كان ممثل جدا الأبيض هالأوه عنده بيدق زيادة أو بيدقين حتى زيادة والثالت على الطريقة QG3 A3 بدي أحاول بس أنا أنفس للملك عشان لما تأكل أقدر أطلع A2 F4 القلعة مطلوبة RxD1 QH3 Nc5 Bb3 Qe4 Qf3 Qe5 Qe5 وإجر RxE1 طالب الفيل Bf2 RxE4 Qf5 Qc7 Qh8 Qe6 تديلات كثيرة RxG8 و D5 والبالق هذا 1 2 3 وحيصر وزير من الجيم أكمل أكمل نقلة وحيصر و بعد هيك انتهى بهذا الوضع ركب فوق يعني ركب فوق يعني هيك نهاية جميلة لأنه لو أكلت فأنا بأكل وبالآخر بجيب وزير ولو أنت هنا أكلت بالفيل فأنا بجيب وزير دوري يعني أنا ما عم بطلب منك أن أكتنهي بهاي الطريقة يعني بس الفكرة واضحة يعني أن الأبيض بكون عنده هجوم كثير رهيب ولعب كثير رهيب بشكل عام بلاين سي تاكس دي فور كامل ألا لو خصمي ما أكل سي تاكس دي فور بعد سي فايف فالوضاع وكمل بي اس اكس عاري أنا بيجي نات بي فايف بحاول أنه أنا أستغل إضاعه في اللي صار هون نات اس اكس سي ثري نفس المنان سيستم بالزبط بس الفكرة أنه حصاني على البي فايف وفي لي هون وحصاني حصان خصمي هون فيعني ناس ما قلت لكم هاي امبروفد فرجن أو هيكة يعني نسخة مطورة عن اللي هو اللي هو اللي سيستم والحل أنه خصمي ما عنده أفكار كمان مرة يعني اوكي أنا عندي سيطرة على هذا الوتر وإنت ما قدر تعمل شي بشب هون ممنوع لأنه أنا مسيطرة على هاي الخانة كثير منيح بدك تيجي هون أنا بلعب اي فور لو بدك تاكل أنا بأكل هيك ووضع المفروض يكون أحسن منك بكثير بشب اي سافن بشب دي ثري الغيم هون هيكمل والفكرة أنه بعد كوين اتش فايف ورس الأبيض الهجومية كانت كثير خرافية أففايف بحاول أنه يسكر على الفيل وهو جي فور بدي أفتح حمود جي نات اي فايف بشب اي فايف جي سكس كوين اتش سكس مهدد مات بشب اف سكس أكل على الأففايف عشان يفتح طبعا لو أكلت هيك كفين نقل انتحارية فأكل بالإي نات دي سكس طالب الفيل لو أكلت أنت هون أنا ممكن أكل هون أول يعني بدي أفترض هلأ هو اللي صار أنه أكل على اي فايف كان مفروض ما تفلس هلأ شوفوا الفيل مطلوب ورح أكل فينه وبعده رح أكل الحصان فأكل بشب تيكس اي فايف دي تيكس اي فايف كوين اي سابن ركشي وان التهديد أنه أنا أكل نات تيكس اف فايف بعد هيك أكل بالبيشوب سي فور بشب تيكس اف فايف بالفعل روك اف فايف نات اف فايف كوين اي فايف ونات اج فور والفكرة أنه في تهديدات هون أكثر خروفية على جي سكس كوين جي سابن كسر هون وزارة ولعب اي فور والقيم يعني أكمل أكمل نقلة لكن يعني انتهى بي المكسب للأبيض كل هلأدوار أنا جبت لكم إياها يعني أدوار عادي اللاننل سيستم أنا بس بنصحك أنه انه انت بستتذكر الأفكار وتلعب على الأشياء العادية انه انا بس بلعب بلي بي بشو بأف فور لو خصمي لعب لي C5 أنا بلعب E3 لو أكل عادي أنا باكل وبعد بكمل انتشاري ضغيعي ولو خصمي لعب هذا الوضع C5 وبعد E3 ما أكل وكمل بE6 مثلاً أنا بيجي ناد B5 وبالعب A4, C3, ناد F3 وشب D3 وببيض قصير ما في أي شي خاف منه بالنسبة لو خصمي هون اللعب لل E5 من أول نقلة ناد C3 في الشغلة مهمة إنه خصمي ممكن ما يلعب ناد F6 في هون line ممكن أنه يواجهك ما أنه النسبة قليلة بس أنا حبيت أنه أطيب هالحنا نبقى أنه نلعب C5 من ثاني نقلة لأ C5 هون أنا بقترح يعني خيار كثير جميل ونقلة كثير حلوية اللي هي E4 يعني تتضحي كما ببيضق تقابل التضحية بالتضحية الفكرة أنه لو خصمك هون أكل فرح تلعب E5 ويكون عندك بيضق أنوينغ يعني إنه شو مستفز وبعدك تسترجع لبيضق تبعك عادي ولو خصمك هون أكل هذا الباشا فأنت ممكن أنك في هذا الوضع تأكل على الـ D4 بالوزير تبعك وتقابل ناد C6 بـ QTXD5 فنات C6 مالا نقلة مليحة إذا أكل على الـ E4 ممكن أنك تكسر وزره وتلعب بشوب F4 أو بشوب C4 يعني بشكل عام أنت عندك بعد هيك الحرية تسترجع لبيضق تبعك تغري ما عندك أي مشكلة بس بشكل عام تاني نقلة C5 أنا بلعب عني E4 ممكن أنه سنخصمك كمان مرة ما يلعب لك ناد F6 ممكن يلعب لك بشوب F5 للناس سيستم نحنا نكمل عالي نكمل F3 والفترة أنه بلنا نلعب E4 أو G4 فالأفكار نفسها أنت دائماً بس خليك على الأفكار ناد F6 بهذا الوضع ممكن نلعب بشوب F4 وصير عنا نفس الستركتشر اللي شفناه قبل شوي في أهلاين أول نقلة F6 فهذا أنا كان كل شي عندي على الحلقة يعني بتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا الافتتاح أممم لو وkładه لعبته وطلع معكم جيم جميل بعته لي Low ومن شاء الله أعني كم ينزلوا أدوار وحركات انتو بس يكخلوكم يتابعونه ويضبطونا لايكات وشيرات لو بتحب انت تأخذ PGN تابع هذا الفيديو يعني تابع هذا الافتتاح فبتلاقي الرابط والوصف شكرا لكم مشاهدة بشوفكم ان شاء الله بالفيديوهات القادمة الى اللقاء جميعا